موسيقى مساء كل بركة عليكم وأهلا بيكم في برنامجنا حقيقة تغيرك برنامجنا هو جو مكتب الراعي تسألوا الأسئلة اللي عندكم الحلقة دي حلقة مسجلة حبينا بغرض نحن نكمل معاكم موضوع الإيمان اللي كنا بدأناه في الحلقة اللي فاتت باستر أهلا بحضرتك معنا باستر حبينا كان فيه سؤالين من الحلقة اللي فاتت ملحقناش نخضهم عشان وقت فممكن نبدأ بيهم ونكمل كمان الحلقة بتاعتنا كمان بشجعكم في عزات عن الإيمان موجودة على الموقع في بند كامل اسمه بند الإيمان عبارة عن عزات ومقالات بشجع كل حد يدخل الحلقة دي باستر بيقدم خلاصات الخلاصات دي وراها يعني جزء كبير من العزات ينفع تدرسه والمقالات وكده سؤال الأول كان جاي لنا باستر من الحلقة اللي فاتت بيقول هل الإيمان خبرة أم معرفة بالكلمة أم أنها مسيرة بقيادة الروح بالأساس؟ ولا ممكن أضيفا عندي ممكن كل التلاتة مع بعض بالزبط هي الكل بس خليني نقول التسلسل السليم هي الأول معرفة بالكلمة تماما بعدها الشخص يبتدي يحط وضع التنفيذ الكلمة فيبقى بالخبرة لكن هي مش معناها بالخبرة بالمعنى بتاع ان واحد عشان يكتاس في الأمر دوه فاخد خبرة لا الخبرة هنا أقصد بها انه بدأ يتجرأ وبدأ يحطها وضع التنفيذ يطبق بتلف الأيام ممكن يكون التكنيك أو طريقة الآلية بتاعت المقف مختلفة المرضة عن المرضة اللي قبل كده في أوقات الروح القدس ممكن يكون يقود الشخص ودي هي النقطة الثالثة الروح القدس يقود الشخص انه في الوقت دوه ممكن يرفع يقول له أشكرك روح الله دي تبقى طريقة الروح القدس يقول له في الوقت زي ما قدهم حوالي أصوار قريحة انه هم يعملوا حاجة غريبة مش طبيعة يتوقع الصور فنفس الفكرة الروح القدس بقودنا فبالتالي الثلاثة معا بس تسلسلهم هي الكلمة أول سؤال ثاني يا باستور حلق اللي فاتت بيقول ليه لما بكون ماشي بإيمان بتيجي أفكار شرسة شديدة على ذهن ده طبيعي جدا ده دليل أن الإيمان فعال وشغال أن إبليس مرتعب من الإيمان طبيعي جدا أنه يواجه الشخص أفكار شرسة عيان وضد أهم حاجة شخص ما يركزش بدو لكن ليه بيحصل كده أن دو حرب إيمان والكتاب يوضح فيه تمثل سؤولها ستة أن دي حرب إيمان حسنة جيدة جميلة يعني النهاية بتاعتها معروفة بس هتبقى صعبة لو شخص مش ماشي معروحة القدس ومش ماشي بالكلمة يعني إيه مش ماشي بالكلمة عملية؟ إن شخص أول ما هيبتدي يواجه فكرة سلبية أو عيان يعني معناها أحداث بتزيد سوءا الكلمة هتفيده في إيه؟ هتفيد أنه هو يمررها على مخه يبتدي يشوف صورة مختلفة عن عمد التفاصيل الصورة دي جاية من الكلمة الكتاب يقول كذا الصورة دي هي الصح الصورة العينية مختلفة لكن أنا هشايف صورة مختلفة ناظرا للحاجة دي زي ما اكتبت كلم عن موسى أنه ناظرا كان شايف ما لا يرى دخل ياخد قرارات دخل يتجرأ دخل لا ما يخافش دخل يتحرك بكذا صورة مختلفة عشان كده نظرة الأمر أو المادة الفكرية موضوع الأفكار بيبقى جاي نتيجة أن فيه معلومات تانية أخرى بترد على المعلومات اللي الواحد أخدها قبل كده بس فدي الطريقة اللي بيها الشخص يكون قادر يكون بيواجه ده ونتيجة الكلمة والسلوك بالكلمة لكن حتى لو الشخص وصل لمستوى رائع بسطر وقات له أفكار تانية تجاه نفس الأمر يعني قد يكون شخص مثلا خد في حياته خطوات رائعة وخطوات كبيرة وبرضو قات له أفكار بتشككه في خلاصه مثلا اللي هي قد يعتبرها شخص تاني دي البدايات ده ألف به هل يعني يدايق في الوقت ده يتشد يتخض يحسن في حاجة غريبة ولا ده طبيعي لا ما يستغربش بس أوقات فيه ناس بتمضي على قبول الحرب بأن الشخص يخدع أنه هو بدأ يشك لكن طبيعي جدا في أي مستوى روحي إجابة على السؤال في أي مستوى روحي حتى لو أمور بدائية خالق حتى لو عد كذا دور في مملكة الله في فهم الكلمة وفاجأ أنه هو بيتحارب بحتة بسيطة جدا غريبة من نوعها ده طبيعي جدا جدا ده مش بيقلل ولا بيخلي الشخص يفتكي نفسه هو قل أو انحضر أو كده لكن إيه تفسير ده أنه لازم يكون حاجة نفهمها كتابيا تفسيره أن الشخص إبليس بيحاول يطرق الباب من حتة هو مش متخيلها مش متوقعها والد يكون ده سبب سبب تاني ممكن يكون الشخص ما كانش أقفل الملف ده زمان كويس فإبليس يجرب أو كان زمان بيقع فيه فيبليدي يقول أنت بجرب الباب ده تاني هو أساسا محتار فيه في الحال فالطبيعي جدا يحصل ده أهم حاجة شخصي يلتفت للكلمة في الوقت ده يشوف فكرة لا ناحية الموقف ده وميبتدي يملى مخه بمعلمات صح طبيعي جدا شراسة الحرب وإلا ما اسمهاش حرب فيه مقاومة المقاومة بتبقى فكرية وعينية والشخص لازم يكون واقف بكل قوة في الأمر طب ربما باستور حتى بيسمعنا فلما بيسمع حرب ومقاومة هل الأمر داخل الشخص يبقى مريح ولا شخص في حالة حرب وفي حالة قلق وفي حالة انزعاج ومش على بعضه الأمر بيكون مريح جدا بس بالشرط إن الشخص يكون فاهم المبادئ واللعبة مش هزي وإلا هيبقى بيحبط فعلا لكن مش بصورة هارف في لبي واحد عدد خمسة وعشرين فإذ أنا وافق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان معنى كده إن الشخص بيعدي في الموقف وهو في حالة فرح دي صعب تحصل لو الشخص مش ماشي بالروح لكن الشخص كل ما بيحط قلبه وفهمه في الكلمة حتى لو بعيد عن الإيمان سلوكه بمحبة سلوكه بفرح سلوكه بسلام كل سمر روح يلاقي نفسه من ضمن سمر روح والإيمان هو تمرن خلاص تمرس زي اللي إيده أخدت على الحاجة فيبتدي يتحرك في الأمر بصورة سريعة ويلاقي روحه سريعة إنها تلقط إنها تمشي بالإيمان فالأمر مش بيبقى تقيل اللي من بره يفتكره تقيل ويقعد يقول له يا معلش أنت بتعدي في الظروف فهو نفسه في حالة فرحة ومستريحة بوليس كان الناس بتروح تزوره وهو في حالة إضطهاد وأمر يفتكروا إن هم رحين يساعدوا يفاجأ إن هو عم تساعد يفاجأ إن هو عشك يتكلم وقالها يبدو لنا إن إحنا مضربين لكن لا أمن إن إحنا مش وعين إحنا مش بالصورة لإنتوا فاكرينها فبيحكي عن أدنين متضدين على بعض أو ضد بعض في المشهد الناس هتفتكروا خلاص ده ضاع يفاجأوا بينه واقف واقف بقوة جدا فده المشهد بتاع الشخص من جوا بس يكون اتلمل الفكر الكتابي جواه مش بس في شأن الأمر اللي بيمارس إيمانه فيه لكن في حاجات تانية كمان إن هو بيفهم إن وقوف روح القدس معه ده أمر مفوش تفاوض يبتدي الأمر ده يحدق عنده ده ملف ملف تاني فيه إن هو يعرف كويس جدا إنه هل يتصرف على أرض الواقع في حاجات محتاجة تصرف أتكلم عفرانا ما أتكلمش أخد القرار وما أخدش يبقى فاهم يعرف ياخد القرارات صح في المواقف دي ففاهم تعليم عن إزاي يتحرك في الأمر ده ويتحرك فيبقى فاهم مادياً يعمل إيه علاقات يتعامل إزاي وهكذا ففيه تعليم فالتعليم الملأ مخه فاتملأ بالأفكار الكتابية زي بزبط كده زمان علمونا في الموسيقى نقطة إني لما كل شخص بيملأ مخه بموسيقى كتير بيعرف يبتكر بقى يطلع بنفس القواعد اللي خدها من الحتة دي حتة دي فكانت التيتشر بتعلمني إني إزاي أخد الحس الموسيقي بالتمرن بعصف مقطوعات كتيرة جداً لكن مش شرط هعزفها هي هي بعد كده لكن ببقى منها أخدت اللمسة والخبرة بتاعتناها هكذا الشخص بتحرك فيه مبادئ الكلمة بتبقى لماعة مخه وصنفرته وزبطته فيبتدي الشخص يدخل على الموقف ممكن يكون جديد عليه ممكن يكون أول مرة يواجه حالة بالموقف ده أو شيء بالحاسيات دي بس عنده خبرة كتابية من ببادئ الكلمة مجمعة معا تلاقيه بقوة تعمى موقفية خاللوية خاللوية بس كان في عبارة دايماً بتتقال إنه في إيمان خلاص في إيمان أروعة للمعاجزات إيمان لإخراف الشياطين إيمان اليومي مثلاً الإيمان الكتاب مش بيصنفه بالصورة دي لكن أي حد لو دارس الكتاب ممكن يبتدي يطلع من سطور الكتاب كأنها أنواع بس الكتاب ما قال ناشن فيه أنواع بالصورة الكتاب عرفنا فيه مستويات من الإيمان إيمان قوي إيمان ضعيف نتكلم الكتاب عن إيمان عظيم فيه عديم الإيمان قليل الإيمان وهكذا فنمسكها من الكتاب إذا كان الكتاب صنفها بالصورة دي يبقى تمام لكن برضو يعني ممكن تكون دي مش مفيدة للبعض إنه هيقول طب مش فرقة معايا المهم يبقى عندي إيمان لا هي بتفيد في حاجة إن فيه كتير كانوا يطلبوا إيمان ويصالوا عشان عايز إيمان خاص بالحاجة يا رب بديني إيمان أو أعن عدم إيماني وناس بتقتبسها ومش فاهمة أو الحاسيات بتاعتها فلا مفيش أنواع الإيمان هو إيمان هي قدرة على رؤية الأمور الإلهية والتعامل معها واستحضرها أو استخدام روحي في التعامل مع الكلمة فالكلمة اللي بتقول حاجة فأنا بستحضرها زي بخار المية اللي أنا بستحضره إلى مادة ملموسة مية ملموسة بعملية أن أجيب سطح سائع نفس الفكرة فلا مفيش أنواع من الإيمان بالمطلق لكن الحيب أقرى شاهد في الحتة دي عشان برضو نبقى فاهمين إن بعض الناس بيفتكروا إن فيه معيار إيمان قليل وإيمان وكان طبعاً ده زي ما قلت في البداية الحلقة إني أورادي يعني تم تعليمه في وعظاته مقالات الإيمان مهم المشاهد يكون بيرجع لحاجاتي على الموقع في بطرس التانية واحد واحد سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله الى الذين نالوا معنى إيماناً ثميناً مساوياً لنا ببر إلهنا ومخلص يسوع المسيح معنى كده الإيمان متساوي الكل أخد نفس بذرة الإيمان يعني شخص مش محتاج يطلب أصلاً مش محتاج يطلب يعني صلاة يا رب زيد إيماناً مثلاً قالها التلاميذ في وقت من الأوقات دي هل دي كانت صحة في وقتها وهل ينفع نصليها دلوقتي؟ أنا عرفها من الرد بتاع رب يسوع رب يسوع ما قال لهم شخدوا إيمان لما كانوا بيطلبوا حاجات معينة زي يعلمنا كيف أن نصلي يعلمهم كيف أن يصلي لكن لما جاء عند الحتادي قال لهم إن كان لكم فالكرة في ملعبكم مش في ملعبي مش معنى التلاميذ سألوها مش معنى أنها آية موجودة في كتاب المؤدسي بقى أنا أقتبسها وأقولها أن دي مبررة أو يعني واردة أن أنا أكون بستعملها لتنفيذها على حياتي لكن لا يا رب يسوع ردوا عليهم كان بيقول لهم إن كان لكم إيمان دا خبر جميل يعني بالضبط كلنا أعطينا إيمان الخاصية موجودة جوانا يعني بعض الناس يقولوا مثلا لا الجهازة ما فوش الخاصية دي فأقول لي يا كنفس أشتري الجهاز اللي في الحلقة دلوقتي جوانا الخاصية بتاتي الإيمان دا شيء مريح بس محتاجين نكبره بالكلمة طب أعن بما أن حضرتك بتحتاج أعن عدم إيماني بابا الولد اللي كان عنده روح شرير صرخها ليسوع وكتير يعني صرت مستخدمة دلوقتي في السلوات يا رب أعن عدم إيماننا وكانت أحد الحاجات اللي دايما نستستند عليها فعلا في أن رب بيبقى له دور أن هو يساعد إيمان الناس في مرقص تسعة رب كان نازم من التجالي لقى التلاميذ مش عارفين طلال روح شرير فعدد عشرين فقدموه إليه فلما رأاه للوقت سرعه الروح فوقع على الأرض يتمرد ويزبط فسأل أباه رب يسوع سعري يعني كم من الزمان منذ أصابه هذا فقال منذ الصباح وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهركها ولكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنا علينا وعنا فقال له يسوع إن كنت تستطيع بعيد وراك كلمة مش بيقول الراجل إن كنت تستطيع قال له بتقول لي أنا إن كنت تستطيع أن تؤمن خلص الاقتباس بتاع رب من كلام الراجل قال له ده كل شيء مستطع للم اللي بيمارس إيمانه دايماً بحب أسميها اللي بيمارس إيمانه ممكن أن تؤمن بيقيت لقب بعد كده عدد 24 فللوقت صرخ أبو الولد بالدموع قال أؤمن يا سيد فأعنى عدم إيمانه برضو نشوف رد فعل الرب فلما رأى يسوع أن الجامع يتركضون انتهى الروح النجس ما قالش الكتاب فلما رأى يسوع أن أبو الولد بكى فأعنى عدم إيمانه لا هو دلوقتي ساب الراجل في حالة من الشك مش يقينية وأول ما لأى الناس جاية كتير موطوع بدأ يوسع وناس كتير جاية والتلاميذ واقفين في ورطة مش عارفين يطلع روح الشرير فرح رب يسوع لأنه شاف الناس جاية كتير مش لأن الأب بكى الله مش بتحرك بالدموع حتى لو الجملة دي شوية قاسية على البعض لكن دي حقيقة بدون إيمان ما قالشك بدون دموع بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه فهنا الإعانة ما حصلتش زي ما الناس بتعتقد أو بتقتبس ده هنا رب يسوع شخصيا كان بي هيكمل نقاش مع بابا الولد وما نفعش يكون بيكمل لأنه لأى الناس جاية كتير فعلشان الناس اللي جاية كتير فلما رأى الجمعة جاية لأ بدأ ينتهر الروح الشري فبخلاصة أن الرب مش بيساعد الإيمان لكن يوجد دور من الروح القدس أنه هو إدينا المادة اللي بيها الإيمان يقوم فمنفعش هو يعمل حاجة مش وظيفته الروح القدس بيقودنا للكلمة اللي هي تدينا الإيمان هو الوحده مش بيدينا الإيمان بالصورة في موهبة إيمان لكن ناتجة عن واحد بياخد الكلمة برضو مش بتحصل وحدها فالخلاصة الله بيساعد الإيمان الإجابة نعم ولا نعم عبر الكلمة لا ليس بالصورة اللي الناس فاكرة أنا بيديني قوة كده غريبة تبقى جواية لا أو يديني قدرة إن أنا أتغلب على الشكوكات اللي هي بين قصين أنا المفروضة أكون بعملها أنا اللي بقول لا على الشكوكات مش ربنا يخليني أتغلب عليها يعني الله بيحترم الأدوار يعني دوره أنا مش هعمله دوري الله مش هيعمله برضو بالضبط كده أنا مش هينفع أعمل دور الأكل يعني أنا دلوقتي قدمت لك الأكل بس أنا مش هينفع أكون باخده أنا فأنت تتقوى فهمت زي لا أنا دلوقتي اخده الحل أهو فأنت عملت صرخلي أنا جاء عين أقول لك أهو ما هو الأكل فالناس بتمسك الأدوار إن اللي عاطي المادة بتاعت الله هي دي لازم نفهم إن الله ليه طريقة والحتى دي هي اللي بتحل المشكلة إن كل الناس ماشية بصورة العشم والمساعدات اللي طول الوقت الله هيكون بيديني وأنا أكيد الله مش هيسيبه حتى يشوف ابنه في الحالة دي هو يسيبه والأمثلة دي كلها اللي هي فعلا الله بيعمل كده مش بيسيب دي بستر سبب يعني من أسبابها مثلا إن فيه كسل في حياة الشخص أو فيه يعني دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة أو بيقرأ في قريات يومية إن هو كده دارس للكتاب الكلمة لن تجد مجراها في حياة الشخص لن تفيد كتاب يقول كلمة نافعة لن تنفع شخص ما لم يدرسها ويفهمها ويفهم فكرة الله مش هيفيدني الأكل ما لم أأكله يعني ما أكلتوش مش هيفيدني فلازم أكون باكله لنفسي فأستفيد به طب هل كده ده شرط يا بستر كأن ربنا مكالك على الموضوع يعني ليه صعبت طب يعني يعني ليه لازم ندرس الكلمة ونعرف يعني إيمان مع ربنا بسيط وربنا يهموا القلب يعني وأنا قلبي مع ربنا ومش لازم يعني أكون بقى طيب خلينا نبص على حاجات إحنا بنقبلها في حياتنا اليومية بداية من مدارس أنا ليه أبص للمدرس بقى وأقول له أنت ليه مكالكعها أنت ليه أنت ليه بتتكلم على موضوع أنه إحنا لازم نذاكر ونفهم الدروس دي ما تقول لنا كده خلاص النتيجة بتاعت واحد يساوي إيه مش لازم نذاكرها هتنى من الآخر فهيرد علي المدرس يقول لي إيه لأنا عارف الحاجة دي أنا مش بحتاجها أنا مش بشحها لي أنا مش بشحها ليك لكن أنت لازم تكون بتعرف تفهم القاعدة بتاعت الحاجة دي ومتعرف تعرف تعملها برا مش في الفصل فالكلمة هي الله زيته هي فكره فأنا ما باخد بشترك معاه هو بيديني فكره فأنا بديله أنا بديله انتباهي هو بيديني فكره وزي اتنين شركة فبيديني فكره لو واحد بدأ قسم في قسم شغل ودخل في قسم جديد الحاجة اللي بيها أنا أستفيد في القسم ده وإن أتعلم طريقة العمل في القسم ده فإن دخلت تحت مسمى إن أنا موجود بالإسم موجود لكن مش فاهم طريقة العمل أنا كده عاطل أنا كده بالإسم في المكان فالخلاصة إن الشخص كل ما بياخد المبادئ بتاعت الكلمة بيفهم فكرة الله في الموقف فيبقى عارف يتعامل بإني يستحضر إيدينا الله في الموقف يدخل إيدينا الله في الموقف لأنه خلاص بدأ يفهم نفس اللغة نفس الموجة اتضبط على نفس الموجة مش موقع شبكة فقادر يتواصل فمن هنا روح القدس بيدخل من خلال مخ الشخص زي من كتاب يقول في أفاسوس ثلاثة وتكلمت في سلسلة قبل كده بحسب القوة اللي بتعمل فيكم بحسب يعني الله بيعمل أكثر جدا من أطلب أنا أفتكر بس على إيه؟ على قد ما أنا سامح بعمل روح القدس في قلبي وفي فكري واشتغل فيها فدي مش شرط دي الطبيعي إن أنا لازم أكون بفهم فكرة الله لازم يعدي على مخي يعني كأن الله مش بيحترمني إن ما عداش على مخي وهو عمل هالي يعني بالضبط كده وكأنه هو اشتغل هالي وهو عمل هالي وكأنه هو كأنه أنا مريض أنا أطلب معاك فعلا لو أنا دلوقتي طول الوقت أعمل أنا أستغيث أستعين مش عارفة عد الشارع طبعا أنا كده الحل الوحدي علمني عد الشارع وعملها الوحدي الله مش عايزنا نبقى طول الوقت متوكلين عليه من عجز الله عايزنا نكون متوكلين عليه من حب وأنه هو الإله الحي مش لأنه أنا محتاجك 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 فهو يسيبني مش متعلم الحاجة علشان أبقى برجع له ده مش الله ده الموظف الشرير اللي مش بيحب يشارك موظف زميله أو المدير اللي مش عايز يدي الخبرة بتاعته علشان يحتفظ بها نفسه يبقى إذن مش معطي الكتاب يتكلم عن رب يسوع هو اللي بتكلم أنه مغبوط هو العطأ فبالتالي الله بيحب يعطي ذات وفكر فبالتالي ده مش شرط ده طريقة وزي ما قلت قبل كده من السنين أنه يعود على الشخص رد فعله إيه؟ ممكن أبص على ريموت تلفزيون أقول هو شرط عشان أشغل التلفزيون أمسك الريموت ولا أتعلم أن ده طريقة فيه واحد يكون متنرفيز متدايق يقول هو لازم يعني ده طريقة وقال له طيب تعاله وإنت هادي كده تلفزيون لازم تستخدمه وقال له يبقى التلفزيون ولا بتحكم فيك لما بيشتغل وحده فده طريقة مش شرط فيه ليقراها أنه شرط ده عنده مشكلة يقول لك يعني هو ده لازم وبعد كده أول ما الشخصي بتجاوب على السؤال ده دايما بيجي السؤال لبعده هو مين طيب يعمل الكلام ده؟ هو مين الكامل؟ لا فيه ناس بتدرس الكلمة فيه ناس عارفة فيه ناس كتاب يوضح أن هي ده طريقة فبتالي بتحصل بما أن حضر لك بس ذكرت على سريع موهبة الإيمان اللي هات ذكرت فيه كرونس سلولة 12 يعني ايه قصة ايه تعرفها موهبة الإيمان بالنسبة للإيمان العادي اللي بيمارس يوميا تسوي ايه بالنسبة له وهل ده اللي بيدي انتباع لدى الناس ان اي حاجة يعني مبعوطها من الله فالله يعني يتحرك فيها تلقائية دون تدخل مني لا هي بتبقى عبارة عن الله بقوة الروح وقوص بيضيف للإنسان جزء الإيمان في موقف لخدمة الآخرين دي للآخرين مش لنفسي لنفسي انا بتحرك بإيمان بصورة سريعة جميلة بفهم المبادئ الكلمة دي النقطة اللي اتكلمنا فيها لكن بالنسبة للشخص تاني انا بخدمه روح بيخليني عندي القدرة للتعامل مع الاحتياج بتاعه بيعطين الإيمان لما بتستخدم الموهبة دي باني انا بتعامل مع الموقف بصورة أعلى قد يكون ما عنديش خبرة بيها قد يكون ما عبرتش فيها قد يكون الموقف محتاج إلى معجزة ضخمة للآخر فبالتالي موهبة الإيمان بتشتغل فرح بيضيف إيمانه هو نفسه على إيماني اللي انا بستعمله قبل كده لكن ده مش هتحصل لوحدها لازم يكون انا عد علي على المصورة دي عدت نفس السائل دو عدت المية دي مجيش استخدم لأول مرة هروح قد يستخدم القلب بتاعي في الإيمان وأنا أساساً مكنتش مستخدمه فلازم أكون مادة دي نفسها معادية علي هرجع باستر للجزاوية طيب ايه دور الرب تجاه يعني ايه دور الرب يسوع ودور الروح الكدس كون الرب يسوع يتقال عنه إنه هو رئيس الإيمان وهل هيسيبني أغرق يعني إذا كنت شخص يعني سواء بكسل أو بعدها مكسل أو فاتني وقت وشخص بيغرج تحت حمل معين يعني مشكلة أو مرض أو تحدي معين خلنا أراه بعد عبرين حداشر الإيمان في عدد واحد لذلك نحن وأيضا إذ لنا سحابة من الشهود بعد ما حكى عنهم مقدار هذه محيطة بنا نطرح كل الثقلة والخطيئة المحيطة بنا بسهولة ونلتزم جوا نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا نظرين إلى رئيس الإيمان أو جاي رفعين عنينا عن أي حاجة وبصين على رئيس الإيمان ومكامل يسوع الذي من أجل السلوء الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقامة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا فينا نفسكم فبعد يربط دوة باللي جاي لم تقوموا بعد حتى الدم مجاهدين تلك الخطيئة لك قد نسيتم الوعز أو التشجيع الذي يخاطركم كبانين يا ابني لا تحتقر التأديب تأديب الرب ولا تخور إذا وبخك بعد كيف بدأ يوضح أنه هو أبو الأرواح بيقدمنا بالكلمة معنى كده أني نرجع تاني إزاي ربي رئيس الإيمان ومكمله إزاي بيعملها بالكلمة فالكلمة أساسا كلمة رئيس الإيمان هي جاية من كلمتين يقود قيادة هي جاية أجو أرخي أو أرشي أين كن نطقها هنا بتكلم عن قائد مش معناها رئيس معناها أنا رئيس مش بقود أو بدي كده سلف بدي قود رأي يعني معناها هيقودني رئيسي ليقودني الرئاسة هنا جاية معناها القيادة فهو اللي بيكمل لي عن طريق القيادة مش معناها أني حاضر عندك مشكلة أنا هضيف جزء بتاعي عشان أكلم له دي تختلف عن الموهبة الموهبة دي هي في خدمة الآخرين لكن في تعاملي مع أنا نفسي روح قس بيضيف نفسه إزاي عن طريق يضيف مفاهيمه لو أنا لقيت واحد عنده مشكلة مش عارف يفهم الحاجة دي مش الحال إن أنا أعملها له الحال إن أنا أقوله إزاي هو يعملها ده أروع وأحسن أعلم الجائع إنه يصطاد السمكة فبنفس الطريق الله بيقودنا فكلمة رئيس هنا معناها قائد أي يقودني هيقول لي يدلني أعمل إيه عشان كده آه نعم راح أقول بدعم إيمان إزاي عن طريق الكلمة عشان بعدها بدأ يشرح يقول تشجعوا يمشوا بالكلمة تصححوا فدي الزوايا اللي فيها بدأوا كانوا واقعين فيها فرح الرب بدأ يتكلم معه من خلال البوليس في أبراين 19 تصححوا وقوموا الآيات المسترخية بقى وقوموا وإصنعوا أرجو لكم مسالك مستقيمة فإذا رئيس الإيمان هنا معناها الله بيتعامل من خلال الكلمة ليكمل إيماننا ليكمل المشاكل بتاعته في سؤال جاي لنا بس لو أنا في موقف محتاج إيمان أمتظر قد إيه عشان الإيمان يجيب نتائج حسب الموقف بس رأى أن يوجد حس لدى الشخص اللي بيسأل السؤال أن الموضوع مش شرط يكون حاجة فورية لأن الله يتمنى تبقى الحاجة فورية هو أن كان عليه الأمر فوري من ضمن بركات اللي إحنا بندقها تلوقتي بركات الاستجابات الفورية اللي هي هتتم حسب النبوات في الملك اللي قال في إشاعة 65 وفي إشاعة 33 اللي في استجابات فورية لكن بالنسبة للمبدأ اللي إحنا ماشيين به في مخ الله بيتعامل معاه وفي سبيكة سابقة في خلفية سابقة لنحية الموقف دو مش لازم يكون خلفية تعليمية كان بالحال لو خلفية كتابية تعليمية بتعليم مش دقيق فالشخص بيتعامل معه بيهد حاجة مبنية وبيبني فبتاخد وقت والإيمان كتاب تكلم عنه بزرع فبتكبر فبتاخد وقت لو جه موقف شخص مش متدرب سابق أن يمشي بإيمان فيه وجه موقف أساسا مش أكبر منه هو كان مفترض يكون يتدرب ووصل المستوى زي بزبط النهاردة واحد مثلا سنه عشرين سنة متوقعا في المجتمع أن يكون بيعرف يقرأ هو ما ذكرش أو هو ما دخلش مدرسة دي متأخر كده هو متأخر فطبيعي جدا الموقف يكون الإنسان قده فأول ما شخص يبواجه موقف هو مش متدرب تدريبات كافية أنه يبقى قده مش هقول إن هو مش قده هو ما كانش عد على تدريبات فات عليه تدريبات كان مفروض يعملها في موقف صغير في موقف صغير في حاجة تانية فلما يجي الموقف ده ويبان لي هو كبير فمش قادر يعديه مش لأنه هو أكبر منه لأ مش لأني الإيمان معقد لأ ده لأنه ما تدربش سابقا إيه الفترة الإجابة على السؤال إيه الفترة اللي ممكن تستدعيها حاجة عشان أكبر إيماني حسب الحاجة حسب الحاجة إفرض حاجة مادية قد يكون الشخص بيتعلم إزاي يشتغل وينتبه وإزاي يعطي في ملكوت الله تدريجي قد يكون بالنسبة له تحدي كبير أو أن يحط بكورة للرب تحاجة كبيرة بعض الناس ما كنت بابتدي أطلع معيهم تدريجي كان بيبقى مستغرب إزايها عد الشهر دو بكورة هي الأول مرتب من السنة أو أول دخل حسب الكتاب بيتكلم يعني ده بيقدس السنة كلها وكده ففي الوقت زي كتب بقول لي شخصا بابتدي تدريجي مش مشكلة أصدها بس في سبيلنا كده تكون بتعلم نفسك إلى أن يصل مرحلة هو يحوش للسنة اللي بعدها وبيتبارك حتى لو ما كانش بيحوش بسرعة ففي ناس بدأت تنشف فيه مرحلة تدريجية تدريجية لحد بدأ يشوف وفرة لأنسى أحد الأشخاص الجي قال لي قال لي أني أنا حطيت إيماني في الأمر المراضي السنة دية اخترت أن أحط البكورة بسرعة صحة في نفس المسأل دو فقال لي وفاجأ المديرة في شركة كبيرة قوي المديرة جاءت قالت له عايزاك فقال لها خير وكده دخل قالت له خد الزرف ده ما تقولش لحد الموظفين قال لي أنا دي ما بتحصلش في الشركة في الطبيعي ما بيحصلش حاجة زي كده فوجد في الحال نتائج فورية مزهلة غريبة وترجع هو مراته بيحتفل وقد إيه الأمر دو حصل بصورة سجنة وبدأ يتجرب بس في الأول نفس الشخص دو أنا أخد له لقطة من سنتين ورا الأمر كان مش يادر الجرأة دي بتيجي منين يعني يعني مثلا حد بتتفرج على حضرتك فيه جرأة وحضرتك بتكلم عن الشفاء عن إن فيه استجابات عن الحياة متتعشب معاناة الجرأة دي تيجي منين؟ إن أنا هصلي لحد وأنا عارف إنه هيحصل حاجة إن أنا هحط إيماني في الحاجة الفلانية معاكس ما تعلمنا طول الوقت عدم يقنية مش عارف لتكون إرادة الله يعني برمل الكرة في ملعب مفتوح لأني مش عارف هيحصل إيه؟ الجرأة تيجي من المعلومات الكثيرة يعني المعلومات الكثيرة اللي فيها فيض من المعرفة والفحم الكتابي من كل الجوانب هي اللي بتجزم الأمر جواه الإنسان أنا دايما بيضربها كمثل إن لو أنا دلوقتي واحد مش عارفة سوق العربية أي ناس يقول لك يا عم بس لحسن أخبط حد لحسن أدخل في عمود لحسن أعمل حدثة طبيعي فعلا إن هو ما عندهوش معلومات وفاكر الأمر معقد أول ما يبتدي أخد بإيد وفهمه يبتدي يقول لك طب أجرب بعد كده يدخل على بعض يدخل الإيه لأني يتجرأ يبتدي هو بيحكي هو بيسوق العربية طبعي إنه بدأ يتجرأ نفس الفكرة كل حاجة بتبدأ تدريجي الجرأة تيجي من الشخص يحط رجله بس أولو بيحط رجله بس بشرط إن يكون فيه تعليم كتابي سليم نقي مع روح القدس مع جو ملائم لأن فيه أوقات الناس بتبقى موجودة في جو شكوكات نفس رب يسوعه شخصيا طلع الناس اللي بيبكوا في وقت إقامة الميت مش هينفع ده يقعد مع ده مع أنه في الناس لو تفتكلي المعجزات بتحصل كده بالعافية وبصورة كان لازم رب يسوعه يحط بجو من التركيز مش بتحصل القصة بصورة كده وبس فطلع لا يسوع فيعمل لو عايزه فيه يقعد بزبط كده مع عصة صحرية لا هو كان لازم يركز في روحه زي يخرج القوة دي وما ينفعش جوه مضاد رب يسوعه في سؤال بطرس أنت معثرة لي يعني ممكن حد يعيق حد هنا على الأرض يسوع شخصيا قال الجمرة دي إذا لازم ناخد بنا من المحيطين طب ما زالهم حواليا محيطين طبعا هو شوية سؤال جانبي لو حواليا محيطين من الناس في بيتي لا ما فر منهم أنا مش هسيب البيت بالناس تسأل السؤال دي بكسروا مجديفي طول الوقت ماما بتقول لي كذا باما بيقول لي كذا الحل أن الشخص يتمعا داخليا بأفكار سليمة كتابية عن نفسه أنه جواه قوة كافية للتعامل مع الموقف ده ورحوا سيديله نعمة للموقف ده قوة للموقف ده ما ننساش أن فيه رسل كانوا بيتسجنوا كانوا عارفين يعيشوا حياتهم الروحية من غير هبوط بحواليهم مساجين مسافرين في مراكب كتير ما عندهوش قوته الخاصة ما عندهوش مكانية خالية بالضبط لكن طول الوقت عايش في الجو ده وهو في التواصل مع الروح القدس فالنقطة دي الروح القدس بيتعامل معنا بتدريبات ودايما الروح القدس استباقي الروح القدس شاطر قوي الروح القدس لازم نفهم الروح القدس مدرب رائع جدا جدا عمر ما هيكون حد ماشي معايا ويتفاجئ دايما هيديله بدري استباقية حدث ويفهمه ويقوله تعمل إيه ما يحصل حاجة دي وساعات بيبقى ما فيش موقف حاصل وروح قدس يترحى كفكرة كسؤال إيه رأيك لو حصل كذا هتعمل إيه المبدأ داود عمله إن نازل علي جيش بكأنه بتخيل التخيل قبل حدوثه إن قامت علي حرب إيه إيه ماذا لو إيه آخر إيه آخر الموضوع الإفتراضيات دي معا روح قدس مش الواحد يتخط ويتخطف جواه ويقول أنا مش السيناريوهات السلبية آه لا مش معناك شخص يرى تخيل بطر فيها آه يرى نفسه فيها منتصر لا يخاف قلب إن قابت على إيه حرب ففي ذلك أنا مطمئن فبالتالي الشخص يبتدي يرى الانتصارات ويرى نفسه منتصر فيها مش الأمور السلبية ده كله عبارة عن تدريبات تدريبات فكرية تدريبات فيه السلوك آه إن الشخص يبتدي ياخد باله أنا هتحكم في نفسه دلوقتي أول ما شخص يتحكم في نفسه ممكن فيه هزار دي بتسمع في الإيمان الإيمان بيتمرس الشخص فيه بقوة كل ما بيبتدي يمشي بروحه أي حاجة فيها سلوك بالروح مش بس بالإيمان محبة إذا كان فرح إذا كان سلام طول أنات لطف صلاح الإيمان يشتغل بقى الوداعة التعفف أي واحدة من دولة طالما أنا ماشي بيهم كلهم كلهم بيخدموا على بعض أنا بقيلة بمرس نفسي فبقى متمكن فيهم ده للرب بستور هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقية الأسئلة في أسئلة كانت عندنا بعثت لنا احنا حلقة مسجلة بس تلس عندنا كم من الأسئلة المبتلنا خليكم معانا هنطلع فاصل وهنرجع تاني الرب عزي وترسي عليه تأكل قلبي الرب عزي وترسي عليه تأكل كنتص ارفع ايضا اعرف الرب عزي وترسي عليه تأكل قلبي الرب عزي وترسي عليه تأكل قلبي ويبتهي قلبي ويبعنياتي أحمده مباركوني رب لأنهم سمع تدرعي ويبتهي به قلبي ويبعنياتي أحمده مباركوني مباركوني رب الرب عزي تأكل قلبي ويبعنياتي أحمده ويبعنياتي أحمده مباركوني رب لأنهم سمع تدرعي ويبتهي به قلبي ويبعنياتي أحمده مباركوني رب يبعنياتي أحمده ويبعنياتي أحمده الرب عزي وترسي عليه تأكل قلبي الرب عزي وترسي عليه تأكل فرقس تعلم اخر مرة الرب عايزي الرب عايزي وترسي علي تكل قلبي الرب عايزي وترسي علي تكلتو فانتصرتو اهلا بكم مرة تانية باستور حضرتك كنت طرحت جزئية انه الله مش بيجو بالبكاء يعني مش بكاء الشخص وصراخه هو اللي بيخلى الله يتحرك وكأنه اله الجامد يعني مش بيتحرك الا لما الانسان يفرهد خالص ويتعب خالص وحضرك طرحت حتة تاني طيب ماذا عن بما ان حضرك فتحت جزئية العطاء المادي البكورة هل ده بيصرع الايمان او حتى الصوم والصلاة على الله منتظر مقابل عشان يتحرك تجاه الانسان اذا كان مش هتحرك بالبكاء بأنه اله صالح فمش مستني حد يستدر العواطف بتاعته تجاه الانسان طب الحتة العكسية بقى ان الانسان بدأ يعمل حاجة تجاه الله سواء يعطي عشور او بكورة او تقدمات او يتحرك في صلاة وصوم وازلال نفسه عشان اي حاجة من الحاجات دي لو اتعاملت هي مش مقابل لدى الله لكن هي للانسان بتفيده اي حاجة انا زي بظبط كده انا لو بحل الواجب بتاعي المدرس مش هو ده اللي هيفرق مش هيكسب حاجة وراها بس انا اللي بتمرن اكتر اهم لما باجي المدرس يحكي معايا ببقى فاهم بيحكي معايا في ايه هي بنفس الطريقة دي اني انا مش ببسطه بالطريقة دي بس هي هتفيدني بس اللي تحرك مثلا ناحية سليمان لانه في وقت يعني ادى عطايا بطريقة كثيفة ده حقيقي القلب بتاع سليمان هو السر اللي عبر عنه بالعطايا الكثيرة يعني موضوع قلب مش موضوع انه مقابل يعني انه بقايد الله القلب اللي بيحرك الله الله هو منتظر ده او بدون الحقيقون ده من زمان بيبحث عنهم الناس حقيقية بتتعامل معه فبالتالي او مش بالدموع او مش بالنحيب والبكاء لا بالازلال لا بالعطاء كمقابل لكن هذه كلها هامة مش الازلال بمعنى ازلال لكن الصلاة والصوم بيساعد الشخص انه هو يتضبط في عالم الروح صح يفضل رب يعني في الاخر بتعود علي انا انا اللي بستقيم وليس انه هو اللي بيرضع عني ويكافئني فالحاجات دي كلها مهمة شرط شرط انها تتعامل بإيمان برضه انا مش بعملها بمنطلق بإيمان يعني ايه انا مؤمن بان انا اللي بعمله ده روحيا صح وبعمله انه مقبولة ده الله مش بلون في نفسي والحاجات دي كلها بعملها المؤمنة رب بيقودني وانا صايم ايماني ان انا راح هطلع باجابة على الموقف ده وهدي السركين ما اكتشف الحق اكتبي في الحاجة دي وهكذا فالإيمان مهم جدا في الامر وليس يعني هي نفسي تتعامل بالإيمان وهي بتغزي الإيمان اشكال الامور كلها مرتبطة ببعض في عالم الروح بالنسبة بسرور الناس وقفوا حياتهم بناء على انه مستني كلمة من الرب بخصوص الموضوع ده انا مستني الرب يقول الكلمة الاخيرة هي الناس بتقول كذا بس الرب لسه ما قالش الكلمة الاخيرة او واقف على توقيتات الله يعني بنسمع كتير التعبير ده وعود الله وطوقيتات الله بمعنى رب وعدني من الزمان بس لسه ما جاش وقته وشخص بيقعد يتساءل جوة طب امتى يا رب وبرده الاستنادة على إبراهيم ربنا وعده بس كان وقت الله بعديها بخمس وعشرين سنة ان يتحقق الوعد في مجيء إسحاق في الحقيقة قصة إبراهيم كنت شرحتها من السنين ان هي قصة كان هو لسه بيستوي بيقبر في الإيمان هو كان بيمشي بالإيمان او ايات او ايات لا يعني اقدر اقول مش إبراهيم كان منتظر الله الله كان منتظر إبراهيم بالزبط كده الله هو اللي كان منتظر إبراهيم فإبراهيم بدأ يتقوى في الإيمان لفظ ده هو جاي مضارع مستمر في رومي اربعة كان بيتقوى لسه ولم يضعف فكان كل شوية فجأة يستسلم وتجوز هاجر وهكذا ده دليل هو ما كانش مية في المية الأمر كان ماشي سليم كل معجزة على قد ما هي محتاجة محتاجة الإنسان يطلع من روحه الطاقة اللي هي المزخرة بالكلمة ناحية الموقف على قد ما الشخص شاحن على قد ما هي هتاخد وقت مش بسبب لكن بسبب أني أنا محتاج زي بزرعة زرعة هتاخد وقت الزرعة دية الطاقة بتاعة الزرعة هي الله وهي المعجزة يعني المعجزة تحصل طب ماذا لو أنا مستعجل ده يرجعني هل أنا دارس من قبل كده وفاهم الكلمة أو لا؟ طيب أنا دلوقتي خلاص أنا أخطأت ما كنتش عارف أني أنا محتاج أدرس نعم رحخص هيوسعيفك وهيساعدك رب مش هيسيبك بس شرط أنك تحط رجلك الأمر ده وهيفرق أنك نفسك تكبر في الكلمة وليس شرط بمعنى كلمة أن رب المشترد ده أي منها يبتدي يخد المنهج في مخك المنهج فكري الإيمان هو أفكار موجهة كمان الإيمان ليس فقط حالة قلبية بل المخ يبتدي يفكر حسب الكلمة فتنطلق القوة الإلهية ناحية الموقف ده فبالتالي أنا كانت أفكاري مش منسجمة لو واحد بيقول أنا مؤمن بالأمر ده أني أنا مثلا بعرف أتحكم في السراحان بتاعي وهو بعد شوية مش بيطبق ده بإيمان بالعكس بديد الشخص يحط إيمانه أنا دلوقتي برفض الفكرة ده وأول ما يهجم عليها كده يلاقيها بدأ التوع لكن لو طول وقت المستسلم المنتظر الله هو ليه يعملها مش تحصل حاجة فنفس الفكرة في كل حاجة النقاط دي كلها محتاج الشخص لو يمشي الكلمة بزهنه تبتدي هي تاخد النسيج الفكري يبتدي كأن بشيل حاجات وحط مكانها حاجات بشيل حاجات على الترابيس دي بحط حاجات تانية الكلمة هي اللي تحل محل الفكرة فبفكر ناحية نفسي بفكر حسب الكلمة فبفكر ناحية الظروب بفكر حسب الكلمة فبفكر ناحية المديات بفكر حسب الكلمة مش بفكر حسب العالم وهكذا هي دي طريقة اللي روح القدس بيتعامل فبالتالي التوقيتات مرتبطة بالإنسان مش بالرب باستثناء موضوع الخاص بمجيء الرب ده وعت هيتم ورب الكرة في مرعبه لكن احنا بالنسبة للأمور الحياتية هيبقى من الظلم ان الله يأجل حاجة احتياج فالموضوع مش في الله خالص ولما نبتدي نتفرغ ونفضى للحقيقي ان احنا نستليم المشكلة جاية منين ان هي عدم المعرفة بدل ما حط رب في خيانة فكل شوية عملت ردد انت السبب او عدم المعرفة او الاثنين ابتدي احط رب استثني مش هو السبب وافضى بالضبط كده ابتدي انشغل زي ما بيقولوك لا تنشغل بغير الطريق انشغل بدوع عشان انت مشتت لما انت بتدعو تجيبها في الرب او تجيبها في الناس اصلي اصلي كذا والمشكلة في كذا فالمشخص يتفرغ لدوع يبتدي الامر يقف الموضوع مفوش توقيتات بالعكس كتاب رد علينا في فبراير 4 انه يعطي نعمة في حينه اوكي ناخد نعمة في حينه حين هنا حين الناس تقراها حين حين الله ما يعين يعني حين الله يعني لكن الكتاب وضحها بوضوح ان نقراها في ترجمة تانية حينما الانسان يحين اي التوقيت بتاع الانسان وقت احتياجها وقت احتياجها في وقت نجي نبص على المشاكل او الناس اللي عبرت في معجزات مع الرب يسوع هم اللي زبطوا المعجزة مش الرب يعني مرأة نازف هي اللي زبطت المعجزة ما انتظرتش تشوف مشيئة الله ولما سئل الرب ما انتظرتش يسوع يعد عليها ويجي لها هي تحرقت هي اللي تحرقت وخدتها وزبطت انا لما هلمسها يحصل وما سئل الرب ان اردت قال له اريد فالموضوع منتهي اشجع المشاهد ان هو يتابع ويرجع ويدرس المعجزات وكيف تنجح وضحت فيها ان في زوايا انا عارف انها مؤلمة والموضوع ده مفي ناس بتخاف تفتحه موضوع الايمان والمعجزات لان في عثرات وفي ناس كشت خافت لكن لا لازم نفتحه ونشوفه الرب يسوع كان بكل وضوع حقال التلميذي لعدم ايمانك ومعرفتش طلاعوا الموضوع ده معرفتش طلاعوا الروح الشرير فالموضوع مرتبط بالايمان فالامر يبقى لازم نستلم الموضوع ده ونفهمه وندرسه صح والايمان اللي اه في حاجات بتبقى مشاكل محتاجة صيانة زي اي حاجة او اي شخصي برائع فيها باتكده يقع منها ساعات لو هو مش فاهم الكلمة يعني في تمساوس الاولى اسف تسرينيك الاولى ثلاثة او عدد عشر بيقول طالبين ليلة ونهارا بوليس بطلبات كتيرة جدا ان نشوفكم ونكمل نقائص ايمانكم اذا في حاجات نقصة بوليس ادرك قال لا انا لازم ااجي علشان اكمل الناقص ده اصلح الحاجات اللي هي محتاجة تصليح اشكت كلمت مسينية عن تكميل نقاص الايمان في حاجات منها مثلا تعديل الشخصية يبقى الواحد ممكن يكون بيعني ان الكلمة باسم يسوع الحاجات دي تحصل وهو عنده مشكلة في شخصيته تسرع الرب مش حطتها شرطة عشان يصلح ده عشان يحصل ده لا العلاج ان لازم الشخص يكون الكلمة ده معناها ان الكلمة في حتة دي مش موجودة فالرب عايز الكلمة تدخل فالترسي يشتغل المكان ان تشتغل مش لان الله ممكن يقدر من السماء ننسى المبدأ ده الله من السماء يعمل اي حاجة هو عايزها الفكر ده خلانا شوية نعتمد على الله بصورة خاطئة مبدأ الاعتمد على الله صح بس مش بالصورة دي الصورة السليمة هي الاعتمد على قول لي انا عملها ازاي يبقى انا كده غلطان لو انا اعتمدت على المدارس هو ليحللي كل مرة المشكلة هل ده ممكن يوصلني بس لصورة انه لازم شخص يتزبط بالكامل عشان يبدأ يعرف يمارس ايمانه عشان يلاقي نتائج لازم كل التروس تبقى في اماكنها هل ده يعني كده لا ماش بالصورة دي بس الشخص في طريقه الكده يعني لازم نفهم ان فيه حالة من الروعة اللي الرب عايزها ان الواحد يبقى متكامل في كل زوايا حياته دي مش ممنوعة دي مش غلط الكتاب يتكلم عنها لتكميل القدسين لتنضيجهم لمرحلة الكمال والندوق الى قطف الثمر فمعنى كده ده متاح مباح لكن لما الشخص يبتدي يحط رجله هي عاملة زي مدرس رائع جدا بيتعامل مع الطالب اللي بدأ يذاكر فهيبتدي يقول له طب دي هساعدك فيها فاوتوماتيك هتلاقيه بدأ يحط رجله معاه لان هو لو اعطيه مساحة الطالب لكن ماذا لو الطالب تكون شوية ركز يا فلان ركز يا فلان طب فين الهومورك فين الواجب وهكذا فلو المدرس بيناهد معاه تعبان معاه فطبعا مش هي احكي معاه في مسائل اعلى ازاي احكي معاه في دروس اعلى ازاي هو اساسا مش لقد اي بي سي فهيبتدي الشخص يبتدي هو يضطر ينزل معاه في المستوى فلو الشخص مش لقت حاجة معاه فهيبتدي مش هينفع يحكي معاه مفيش لغة مشتركة بينه اه اه تمام بستور اتكلمنا بستور في التوقيتات طب ماذا عن الوعود انا منتظر اه يعني رب يقول هالي بصورة معينة عشان اعرف اه يعني اه 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 هخف ولا مش هخف او الامر ده هيتحلل ولا مش هيتحلل فانتظر كلمة من الرب وشخص يفتح نت او الفيسبوك ويدور على الصفحات اللي بتتكلم او الحاجات اللي بتتكلم بتال رب بيقولك كزا يا فلان وينتبه لو حد ذكر اسمه لو حد بيسمع لحد ده تلفزيون او ذكر حالته او ذكر حالة بتاعته اه 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 رب تكلم الكلمة لكل البشر والشخص هو اللي بيحط نفسه فيها اه زي الخلاص رب يسوع اعطى الخلاص لكل كل شخص بيقبل يسوع بيستفيد منه فهو عامل زي القناة اللي بيتبث طول الوقت وشخص بيزبط نفسه بيزبط الموجة عليها فالله ادينا كل شيء وهبنا كل شيء اعطانا كل امر بركنا بكل بركة روحية وديه بالجامعة مش 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 خاصة بي بحد بذاته بركة نيلة او اتكلم عليك كل فاذا ده مشمول جواك كل حاجة انتظارنا للرب ان هو يقول الكلمة الاخيرة جاي نتيجة تعليم غير كتابي ولازم نواجه دوة بصورة واضحة ان دوة ملهوش اساس كتابي ان رب يقول الكلمة الاخيرة بتاعته في حاجات فيها رب ما قالش الكلمة بتاعته والانسان عمل اللي هو عايزه فبالتالي الموضوع مش ان رب عايز دوة فيحصل كتير قوي الناس بتفتكر ان الله بيمسيطر بدرجة انه ما بيعمل هو عايزه لا ده مش حقيقي فالكلمة الاولى والاخيرة قالها الرب والانسان عليه هو يقولها هومولوجيا يقول كما يقول الرب فبالتالي لما يجي واحد يقول انا قبلت يسوع انا خلصت النهاردة لا في الحقيقة ما خلصش النهاردة هو خلص من الفين سنة بس النهاردة استفاد من الخلاص دوة تمام فبالتالي ما جيش اقول لبزرة بعد ما نشأ نباتته نباتته كبرت وبيقت شجرة اقول النهاردة النبات طلع عشان بدأت اشوف لا ده هو من بدري مزروعة ما إلا النهاردة شفته نفس الفكرة فالله اطلق في عالم الروح كل شيء كل شيء ما بيبقى ان الانسان يتفاعل مع هذا الاله زي تفاعل الخلاص هل ده شرح بس كرونس تانية واحد اللي حضرتك شرحته هل مهما كانت موعيدة الله فهو فيه فيه النعم والامين مهما كانت دايما فيه نعم لا تعني معنيين لا تعني احتماليتين ما فيهاش معنى مزدوج معنى عكسي او تورية لكن هي معناها تعني ما تقول وتقول ما تعني عشان كده هو ده اساس الاية تاعت وهو فيه نعم دايما الإجابة بتاعته نعم يتبقى دروه الانسان هو يقول امين يعني امين حضرتك شرحتها انه ده رد الانسان على الله يعني الله بيقول اوكي نعم حصلت يتبقى الانسان انه هو يندمج مع الله في الموجة دي والفكر دو الكتابي بخصوص الامر دو فبالتالي الموضوع مرهولش دعوة خلص بتوقيتات الله لكن لازم نحط في الاعتبار في حاجات انا اللي لسه بكبر فيها ففعلا انت بان انها بطيئة فيبان كأن ده توقيت الله لا لا وانا لازلت برضو بفكر ان الله كله بامره والامور في ايديه لكن الامر الذي اعطي الانسان يعني هو يشتغل ويعملها فبالتالي لازم افهم انا بجبر في الحتة دي مش معناها الرب المنتظر او متواني انا اللي بجبر فكل وقت في حاجة انا ما شايف فيها عيان ظهريا انا لازم اكون واقف حتى فيها انا لأ انا بشوف ايه اللي بجبر فيه اكتر وانا هوصل لها هوصل لها وفيها ايمر عليك فسأنا كده اصد كأننا سحبنا الوظيفة دي من الله ربما حد بيسمعنا بيعتقد كده طب من ربنا قاعد يعمل ايه يعني اذا كان موضوع كله الكرة في ملعب الانسان وموضوع كله ان الانسان يوافق ويمضي فهل احنا سحبنا السلطة دي من الله انه فين ضابط الكل فين الله لمسير الامور فين يعني فسأنا موضوع كله في ادين الانسان يقول اه او لا او او يوافق على حاجة الهية الله ادى السلطة بتاعته للانسان يا ده مسحب ده هو من الاساس ده غرض الله انه هو ده غرض السماء لرب والارض اعطيت للانسان فبالتالي اكتاب واضح جدا في الامر ده لكن الاستنتاج او السؤال بالطريقة دي جاي نتيجة تعليم غير نقي اتعلمنا الله هو اللي بيسيطر لكن هنبص في المجمع العام هنكتشف ان رب فعلا بيسيطر بس من خلال ايه بقى؟ من خلال بشر على الارض برضو يعني انا ممكن دلوقتي لو ما كرستش للاشخاص دولة مفيش حد يحرهم ليه رب بدأ يحمل الانسان من المسؤولية ويقول له دمه هطلبه من يده من يدك فبالتالي الامر مرتبط في الانسان لو كان الله يقدر كان زمان العالم كله دلوقتي عارف الرب وخلص والناس بالعافية ابنة رب يسوع الشغل ده والفكر ده مش كتابي لما اجي اقول ان الرب هو بيعملها بيعملها فاحنا ما سحبنا شيء من الاول مصممة كهذه الصورة واستغاثة الانسان في الفترة دي بانه هو بيطلب الله ليست معنا ان الرب بيخل بقوانين وبيعملها برضو من خلال البشر بيعطلو حد لو هو الانسان صرخ زي بيجي لنا اوقات كترة جدا الناس يقولونا انا بصرخ للرب وعايز حل بقوله ما هو الحل انا كتاب تتكلم دلوقتي فبتعرف الاجابة من خلال ان انا بقوله لك من خلال الكلمة هو الشخص منتظر حاجة تانية فدماغ الناس بنتيجة تعليم غير كتابية راحت في حتة ولانها ما بتلاقيش رب ييجي من الشباك فلما بيجي من الباب اللي هو المكان الرسمي بتاع وهو الكلمة فطول البقت يفتكروا ده هو شيء لا مش هو ده انا مستني انا مستني يجي من الشباك انا عايزه يجي من الشباك فهو بيجي من الباب الطبيعي بيدخل من الباب الطبيعي جدا باستر اخر كان سؤال ايه اتجاهات الايمان يعني انا كنت اعرفه زمان جاست ايمان امنت بالرب يسوى وخلاص يعني مكتشف من كلام حضرتك حدود كلمة عن الايمان ليه اتجاهات ايمان اتجاه كذا كل حاجة في ملكوترة لها زي عناصر اللعبة الله انا الناس الاخرين ابليس في عناصر اح لازم نتعامل معها العيان دي كلها امور في مواجهة طول الوقت معي فالتوجهات الايمان ايه يعني برضو عشان بقى بنساعد الاشخاص يفهموا ان كلمة توجهات الايمان او اتجاهات الايمان يعني معناها انا بمارسي معني في ايه فالتجاه يعني انا باقمن بايه اول حاجة باقمن بالله ان هو بفهمه صح وافهم ان هو مش قصة ان هو موجود وخلاص قد ما هو بفهم شخصيته ايه الفكر بتاعه كمان باقمن بنفسي ان بدأ اكتشف ايه اللي حطه الله فيي باقمن بعلاقتي معاه باقمن بعلاقتي معاه بالاخرين هم قيمتهم ايه وابتدي اشوفهم وابتدي اتعامل بايمان انا بتعامل بروحي مع الارواح وليس بجسدي وحك كذا باقوق من تجاه ابليس ان هو مهزوم باقوق من تجاه العالم ان هو تحت سيطرة كل المولودين من الله اللي ماشيين صح الامور دي كلها نتيجة تعليم مش جملة دي مش جملة وخلاص دي جملة خلاصة لتعليم عن ايات كتابية خليتنا نقول الحاجة دي ليه طالما بديت اشوف كتابه ليه بيتولد الايمان ببقى مش محتاج حد يزبط لي شيء تانى ان اتقالت من رب شخصي فبالتالي توجهات الايمان محتاج كل حاجة من دولة افهم الامور ماشي ازاي نتيجة تعليم الكتابية قبل مختن بسؤال اخير باستور هرجع للسؤال اللي قبل ده هالكورة بقت في ملعب الانسان طب ماذا لو حد بيقول انه بس انا مريحني ان ربنا يعملها يعني وده اهم تقيل علي وصعب وخلي ربنا يعملها ليه ربنا يعني يبعطينا الكورة تانية ملعبنا حل الامر عندنا ده زيها زي بالظبط شخص بيقول انا اللي لو عايزي غيرنا هيغيرني اهم هو مش بيصال يقبل يسوع مش بيفهم الكلمة اهم مستريح هو في الحقيقة لو شخص عنده نغمة التفكير ده ونكهة التفكير اللي قلتها حالا دي تساوي ان شخص واضح انه ماشي بالجسد اهم انه سلوك بالجسد من ضمن معانيه من ضمن سرد الأحداث أو سرد الكلام بتاعه والإبحارج ومعاني الكلمات هي التكاسل حالة عدم القيام بالدوش بوليس أبريكا تتكلم عن المأبنون مش بس الشذوس الجنسي بل حالة من التريان الشخص يبقى كده زي بظبط كده الحياة فيها ركود مش عين بالمسؤولية مش عين بالمسؤولية معينه بيقوب المسؤولية بيروح يأكل بيروح وإلا هيموت بعد كده خلاص فهو لولا وجع الموت كان برضو هيتكاسل فيها فبالتالي إذا كان هو بيحب نفسه بهذا الصورة الكتاب يوضح أنه اللي بيحب البشرية بيموت فيبتدي الموت يتوغل تدريجي في حياته موت السعادة موت الابتكار يلاقي أفكاره بيضة مش عارف يجيب الفلوس منين دايما يقول لك مش عارف الدنيا بايزة يبتدي في حالة من التهنيج مهنج في الآخر ربنا هو كل واحد هو نصيب وده نصيب ويرجع يدايق من الرب كتاب يقولها الانسان بيعوج طريقه والشخص الجاهل بالكلمة مش فاهم بيعوج بحمقته الطريق بتاعه يرجع يمسك في الرب ويتخانق معاه وعلى رب يحنق غضبه فبالتالي الموضوع ملهوش جعب رب خالص موضوع الانسان هو عليه يتحرك وإذا كان شخص شاعر بحمولة وبهمة قيل أو أكد إن دي من أحد الوسائل الشيطانية في الحرب إنه أول حاجة أول ملاقي شخص بداية يستيقظ إن في حاجة اسمها إيمان يبتدي يتكلم وحتة خطيرة جدا دايما بنبه عليها إبليس بيعمل الصوت بتاع الإنسان كأنه صوته ويوش على الإنسان إنه هو اللي بيقول الكلام ده ودي محتاج إيمان إن أنا مش بقولك كلام ده وده إيمان إن أنا مش بقولك إن أنا عرفت من الكتاب المؤدس بيانات وده مثال حي إن أنا مش بفكر غلط أنا فيي تفكير سليم كتابي صحف روحي الذهن هو أنا ممكن يفكر غلط أنا بفكر حسب الكلام أنا مش بفكر بصورة سلبية أنا مش هفكر ناحية الإيمان نفسه بعدم إيمان أنا مش هخاف من موضوع الإيمان ببتدي الشخص يقول أنا هقف وابتدي يستعمل لسانه ويتكلم الكلمة يقول أنا قوي أنا روح قدس جواية بيساعدني بشجع أنا مرشد أنا روح قدس بيرشد أنا عارف حتى لو ما جابتش نتائج أول مرة لكن أنا هعرف المشكلة فيها حتى لو كانت مش هعرف تقول عكس كده حتى لو كان بيترمع عليه أفكار حتى لو ما شعرف تقول عكس كده حتى لو أفكار وأفكار شرسة وأفكار بتعاود تاني بعد كده هنا الإيمان بأني مش بتاعتي بالزبط كده الإيمان هنا فرحة دي أنا مش بتاعتي الإيمان بنفسي بقى دي التوجه ده ابتدي أفكر في رب وبرده رب مش حكته صعبة نيري هين وحملي خفيف إذن الكلمة بتقول كده بها هي كده ده إيمان بالمواصفات عن الإيمان نفسه ابتدي الشخص ولازم نعمل حساب إن الخدعة دي بتحصل لشخص يفتيك إنه هو اللي بيفكر بالطريقة دية وبساعات إبليس يقول له أنت كنت بتفكر كده من زمان بس أنت كنتش عارف أو أنت كنت بتقاوم أنت أساسا نشاكك من الأول وهو وهو بتقي الشخص يقع في نفسه نسا نشكك وتحليلي والزبط باستور في اختام الحلقة إيه الخطوات العملية اللي الشخص يبدأ ياخدها ويعملها عشان يقبر إيمانه يعني نحن شجعكم السلاسل اللي باستور تكلم عنها سلسلة المعجزات وكيف تنجح سلسلة الإيمان السلاسل المهمة شجعك وترجعوا لها إيه الخطوات العملية ملخصة بس الشخص يبدأ يكون بيحط رجله فيها ويتحرك فيها تساعده إن يقبر إيمانه أو يطلع من مأزك هو فيه أو من مأزك الإيمان في حد ذاته إن إيمان صعب والإيمان هكذا أول حاجة يبتدي يدرس مبادئ الكلمة ويدرس مواضيع يعني أول حاجة إن إذا كان الشخص عنده مشكلة مشاكل أو عنده مشكلة واحدة يدرس كل المواضيع الكتابية اللي تختص بالأمور الحياتية إذا كان عن إزاي يسيطر على نفسه البشرية إزاي يتعامل مع صحته إزاي يتعامل مع شفاء يعني مديات الحماية في الناس في موضوع الحماية شخص خايف من أمر معين مهدد مهدد في شغله مهدد بأزا جسدي وواوا فيبتدي يدرس المواضيع دي كلها ويسد في المعلمات يرتبها ويبتدي يربطها ويبتدي يسأل وأكيد هتبقى في أسئلة جواه يعمل دو في الوقت اللي فيه مفيش ارتباك الكان هو في حالة ارتباك يرجع للراعب بتاعه كمان ويساعد ويقوله إدرس دي قبل دي ويبتدي يمشي بالنصيحة دي أول حاجة يدرس الكلمة تانية حاجة يستعمل تفكيره حسب الكلمة مش تبقى معلومات وما إلا للتذكش وليست هي معلومات وما بقيتش بطريقة تفكيره فلما شخص يفكر حسب الكلمة الكتاب يقول كده بها هي كده يعني أفكر فيها وأفكر بيها بالزبط كده هذا أفكر فيها أنا بتقول كده بعدما فكرت فيها بطريقة أفكر بيها الكتاب بيوضح إن فيه سيطرة من عالم روح لعالم العيان لطريقة تفكير مش متعود عليها كنت طوال وقت تشايف الأمور بتفرض نفسها علي وطول وقت لأ ده المضافق دي مضافق أنا اللي بتحكم وتانية حاجة كمان روح وزيداني القوة ده وأنا بقدر أتعامل من عالم روح أغير في عالم العيان دي طريقة تفكير تخليني أشوف حاجة غير اللي بتشافها وبتدي أشوف المنظر السليم على الموقف بيتغير إزاي وكبدرس وأشوف أكتر كل بدرس لأ دي محتاجة صلاة لأ دي محتاجة كلمات منطوقة الحاجات المحتاجة تشفع مثلا النفوس بمارس إيمان من أجل النفس تعرف الرب حد بيصال من أجل أسرته وهو هل الأمر عايز إيمان الأمر عايز تشفع صلاة صلاة تشفع وليس كلمات منطوقة بس لو الشخص اكتفى بكلمات منطوقة مش هيكون بيجي بالنتيجة بسرعة صح فكل حاجة لها قواعد فبالتالي تالي حاجة أن الشخص به يتمعن في الفكرة وفي أفكار الكلمة تالت حاجة أنه هو يبتدي يطبق قبل دي يتكلم الكلمة ويعلنها باللسانه ويعلنها على نفسه يلهاك فيها ويتكلمها على الموقف والحاجة دي حتى لو حياته الشخصية بتتكلم على حياته الشخصية أنا بكون لسه شايف نفسه متكاسل أنا مش بتكاسل وحكذا يعلن الحاجة دي كلمتنا المنطوقة هي القلب يؤمن به والفم يعترف به حاجتين مرتبطين مع بعض دايما عامنا زي بشبهها روح قد شرحها لزمان زي الخطاف الواحد بيرم الخطاف عشان يطلع على جبل ما بنشوف الناس بيتسلقوا جبال بيرم الحاجة ويطلع عليها الإيمان هو ده أنا ببرم الحاجة بالثاني بقول الحاجة فبروح لها اللي ثاني هو بيجي بيستحضر خلاص عشان كده الكلمات المنطوقة نقطة لبعد كده الشخص يوطد علاقته مع الروح القدس يتعامل مع هذا الإله كإله وليس كمصلحة ومش العلاج موضوع المصلحة أن الواحد ما يصليش ويأخذ حاجة من رب مجال العلاج العلاج أن نصلح دوافع الناس في الحتة داي هي علاقة نرجع لشركة الروح القدس وإزاي الشخص يكون في علاقة حية مراقص النقطة الأخيرة أن الشخص يطبق يمشي يسلق بيه الأمر دا كتاب يتكلم عن إبراهيم في رومي 4 وشرحته من سنين في موضوع الإيمان أنه إزاي لم يضعف في الإيمان غير معتبرا غير معتبرا مماتية مستوضع صراحة ولم مماتية جسده لم يعتبر العيان دي حتة الحرب هي دي معترك الإيمان نفس وإن الواحد بيشوف عيان وبيشوف صورة مختلفة بيعكس الصورة على عمد إلى أن يصل للشخص المرحلة أنه أول ما تجيله أعراض أو أموه لو فكر حسب الكلمة وهو متدرب قبل كده بيطلع قوة من روحه بتحدي للحاجة دي ويلاقي الأعراض اختفت دي بتبقى دين روح القدس بدأت تنطلق بصورة ثالثة الأول كليسة بيتدرب عليها إلا أن صار في زي بظبط كده بنشوف أبطال كمال الأجسام بنشوف العروق طلعة كده العضل عملة تاخد دم غير طبيعي فالأمور ففي قوة جاشنج بتطلع ناحية الموقف ناتجة عن سبيكة الكلمة والشخص يستمدع بحياته بعد كده لأنه مسك الزمان بقى اكتشف أنه ماسك الزمان من البدل بس ما كانش عارف يسوق وعارف بيعملها بصورة فيها تمكن ويستلز بقى بالحياة ويبقى فيش حاجة تكدره لأنه بيشاف نفسه بقى في الحتة العالية من فوق فدي نصيحتي بأن الحياة الإيمان حتمية وأمر ما فوش أساسا يعني اوبشن الحياة بتطلع شاهد في الحتة دي سريع لكن كمان حتى الكلمة مهمة جدا أنها تشتغل تسريكي الأولى اثنين وعدد تلتاشر بيقول من أجل ذلك نحن وأيضا نشكر الله بلا القطر أنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين الكلمة بتشتغل فيها لو أنا بتحرك بالإيمان لو شخص مش بتحرك بالإيمان ما يتحكش عن نفسه الكلمة مش بتشتغل في حياته ما ينفعش يبقى طافي الإيمان ويقول أنا كده شغال لا ما ينفعش الأمر هم جدا غلطية خمسة عدد ستة بيوضح الكتاب أن الإيمان بيعمل بالمحبة كلمة يعمل تعمل يعمل تعمل إذن الإيمان ممكن يعتل ممكن الإيمان يبقى معاق نتيجة شخص مش ماشي بالمحبة نفس الفكرة هنا لو شخص مش ماشي بالإيمان الكلمة مش هتعمل فيه فيبتدي بيبقى حافظها وبيرددها ويتسأله ويطلع على الشواهد لكن هو من نفسه الكلمة مش شغال كم زرار اللي بيشغل كل حيات أو يوصل كل الكهرباء هي الحياة مش مولاية اللي كتاب يقول بالإيمان يحيى هي دي سلوب الحياة في المملكة عشان كده ده الطريق السريم اللي الشخص يتحرك به هللويا مجد بس طرف الختام لو تحب توجه حاجة لمشاهدين كمان لو لسه في حد يعني ما دخلش جوا العالم ده العالم الإيمان واني نشوف أمور البشر العادي مش بيشوفها وما دخلش في علاقة مع الله وممكن نكون بنصلي معايا كمان لو في ناس بتواجه مقاذك حاليا في الحياة أو أزمات معينة كأنها تطحن الشخص حابين حضرك تكون بتوجه كلمات لي ومتصلي كمان مع الناس اللي محتاجين نوعية الإسعافات السريعة في الوقت الحالي أمين أوكي آم في كلوس اتنين الكتاب يتكلم عن متانة إيمانكم أي جاية معناها الإيمان العنيد أشجعك وأشجعك تكون عندك إيمان عنيد ده يجي عن طريق فهمك للإيمان ويصير قوي ويصير عظيم وإدرس عن إيه هو الإيمان القوي وإيه هو الإيمان العظيم في تعليم عن دوة كتير أول ما تبتدي تمارس إيمانك ببتدي حطه بعنات ما تحبطش لأن فيه أوقات كتيرة جدا بيبقى الحرب شارسة والشخص بيبقى مستسلم لها لكن ابتدي حط إيمانك لا يوجد شيء غيره مستطاع لا يوجد شيء غيره مستطاع كلمة قادرة إنها تنجز آآ ما تقوله فيها قوة ذاتية ناتجة عن إن ده الله نفسه اللي بيتكلمها دي مش كتاب عادي ده مش حاجة عادية مش كده ما تحبطش لو وجهت إيه لا تحبط أيا كان اللي قابلته لا تحبط روح كنت يستطيع إنه يصنع معجزات خارقة في حياتك وفي حياتك إذا كنت لسه مش فاهم دو مش فاهم إيه اللي بنحكي عنه إذا كنت مش فاهم إن العالم دو عالم حقيقي عالم روحه والعالم الحقيقي عالم العيان هو العالم الافتراضي إنه هو أساسا طالما قابل التغيير يبقى هو عالم مش هو لصانع نفسه بنفسه عالم الروح هو اللي بينتج عالم العيان شكرا شكعك تكون بتمتالي بروحه القدس لإنه هو لا يساعدك وتحط قلبك في الكن إذا كنت أساسا ما قابلتش يسوع صلم عايز الصلاة دي بعد كده هصلم لأجل كل واحد هيكون وقت استقبل فيه نعمة إذا كنت بتحدف مواقف مش مش شايف إنه هي يعني يعني تقدر تقول عليها هتطحنك لكن الروح القدس هيتعامل معك في الأمر ده خلال صلي إذا كنت لسا ما قابلتش يسوع صلي معايز الصلاة دي الله أنا بجيلك لو بصدق في يسوع اللي مات وقام من أجلي شكرا لك شكرا لك شكرا لك عمل يسوع وقيامته شكرا لك أنا من النهاردة بجعل يسوع رب وسيد على حياتي شكرك أنا تولدت منك دلوقتي أنا صرت أمنك صرت بنتك أنا في حياتي الله دلوقتي امتلي بروح القدس كنت لسا ما امتللتش بروح القدس كنت صليت الصلاة دي معايين امتلي بروح القدس القدس يستطيع أن يسكنك الآن هو يريد دو بتي افتح بقك وبتيتكلم بقى السنة السنة هي لغة صلاة هي لغة فيها تفعيل روح الإنسانية بصورة قوية نتيجة أني احتكاك الروح القدس مع روح الإنسانية حاللويا حاللويا امتلي بروح القدس أشكرك بابا صلي من أجل كل واحد وحدة كنت بتعبر بظروف إذا كان أمر الإيمان منسبالك ما كانش سعادة وفرح وصروج استقبل نعم استقبل استنارة دلوقتي قوة الروح القدس الآن بيعمل في ذهنك وفي قلبك دلوقتي بتدي ترى قوة الوقت الجاي نتيجة أنك بستقبل الآن النعمة دية شكرا بابا من أجل الحلول في اسم يسوع شكرا جزيلا بستر الوقت والحق الكتاب الرائع اللي نقل حياتنا وحياتي أنا شخصيا أنا أشهد عن هذا لم أكن أعرف معنى يعني أمشي بإيمان يعني أفكر أفكار إيمان كان بشكرك أنا شخصيا أنا شخصيا بس أنا تعلمت ده من حضرتك من مبادئ الكلمة وشفتو حياتيا حضرتك بتعيش شكرا لكم لتواجدكم معنا بعطولنا أي أسئلة عندكم أي مواضيع حابين أن تكون بتطرح من فكركم كمان ينفع ترجعوا للسلاسل اللي تقالت في الحلقة سواء سلسلة المعجزات سلسلة الإيمان سلسلة العسرة الحاجات دي هتساعدكم وتغدوا تعليم كتابي قوي ونقي وتتعلم إزاي تمشي بإيمان كل لحظة من لحظات حياتك الرب فيكم اشتركوا في القناة